موسيقى خلال اليوم عشر اتنين وعشرين توقعات التكسف القاهرة صافي خلال اليوم اتناشر اربع وعشرين اما توقع التكسف في دمشق في اجواء غائمة خلال اليوم والصغرة تسعة والعزمة سبعتاشر. توقع التكسف في ابو الزبي صافي خلال اليوم تسعة تاشر اربع وعشرين توقع في عمان صافي خلال اليوم تمانية تمنتاشر في الرباط صافي خلال اليوم اربعتاشر خمستاشر اما توقع التكسف في تونس وصافي خلال اليوم 15 وناقشت صافي خلال اليوم 17-18 الدوحة صافي خلال اليوم 15-24 وفي ترابولس أجواء غائمة خلال اليوم 7-17 أما في جزائر في احتمال تأبطار خفيفة في الصباح وخلال الليل 13 وفي بغداد صافي خلال اليوم والصغر 26 والعزمة 22 أما في بيروت أجواء غائمة خلال اليوم 17-21 وتوقعات التقس في مسقط صافي خلال اليوم 17-24 في القرطوم صافي خلال اليوم 21-25 الكويت صافي خلال اليوم 12-21 صنعاء صافي خلال اليوم 24-23 أما في مقدشيو فغائم جزئيا خلال اليوم 24 الصغر والعزمة 32 ومؤخرا وأخيرا في المنامة غائم جزئيا خلال اليوم والصغر 18 والعزمة 22 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من قناة صحفة وعلام نقدم لكم نشرة أخبار تقس الجو والإرصاد خلال 72 ساعة القادمة الاثنين وسلساء والأربعاء إن شاء الله وستشهد الأحوال الجوية في البلاد خلال 72 ساعة القادمة استقرارا في درجة حرارة بعد موجة التقسي السيئة التي ضربت البلاد خلال يومين الماضيين حيث لا يوجد أحداث تقسي مضطربة وسوف يكون التقسي معتدل في معظم أنحاء البلاد حالة التقسي خلال 72 ساعة القادمة تقسي الاثنين الموافق أربع يناير في القاهرة الكبرى يكون الجو حارا أثناء النهار باردا جدا في الليل مصحوب بشبورة ورياح خفيفة ومناطق الودي البحري تميل إلى الدفء أثناء النهار باردة جدا في الليل مصحوب بشبورة ورياح معتدلة أما السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون التقسي مائل الحرارة وشديد البرودة ليلا وتمتد الشبورة في الصباح مع رياح معتدلة أما في جنوب سيناء وسلسل البحر الأحمر يكون التقسي مائل للدفء في النهار وباردا جدا في الليل ومصاحب لشبورة في الصباح والرياح معتدلة أما في شمال الصعيد يكون التقسي دافئا خيرا للنهار بينما يكون حارا في مدن جنوب الصعيد وظل باردا جدا في الليل مصحوبا بنشاط الرياح الخفيفة أما عن التقسي يوم السلساء الخامس من يناير عام 2021 الجو باردا نهارا باردا جدا ليلا أمطار خفيفة في مناطق منفصلة ورياح معتدلة ليلة نشطة في القاهرة والودي البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء بارد خلال النهار شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أما في جنوب سيناء وسلسل جبال البحر الأحمر يكون الجو باردا خلال النهار وشديد البرودة ليلا وشبورة في الصباح والرياح نشطة وفي شمال الصعيد تكون حارة في النهار شديدة البرودة في الليل والرياح خفيفة إلى معتدلة بينما جنوب الصعيد في خلال النهار باردا جدا في الليل والرياح نشطة ورملية ومليئة بالأخبار أما عن حالة التقص في يوم الأربعاء السادس من يناير عام 2021 في الكارة الكبرى ولاجي البحر يكون التقص مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا وتكون الرياح معتدل على السواحل الشمالية الغربية يكون جو باردا خلال النهار وشديد البرودة في الليل مصاحب الأمطار خفيفة ومتوسطة والرياح نشطة بينما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون الأمطار معتدلة وسلسل جبل البحر الأحمر وجنب سيناء جو لطيف في النهار شديد البرودة ليلا شبورة في الصباح والرياح نشطة في حينها من نحو البرد خلال النهار وباردا جدا في الليل والرياح خفيفة معتدلة وليكم درجة حرار ومتوقعة خلال الكنيو سبعين ساعة القادمة إن شاء الله كارة الكبرى في نطاق من 18 22 عزمة الصورة من بين 10 إلى 0 مناطق الواجب البحري ستكون من 18 22 عزمة والصورة من 10 إلى 13 على ساحل الشمالية الشغربية ستكون العزمة بين 18 إلى 21 والصورة ما بين 12 و13 أما ساحل الشمالية الشرقية وسط سيناء من 18 21 عزمة الصورة من 13 إلى 14 جنوب سيناء وسلسل البحر الأحمر تتراوح الكبرى بين 23 و26 والصورة بين 14 و16 أما في شمال السعيد تتراوح العزمة بين 19 و25 والصورة بين 10 و12 وفي جنوب السعيد تكون العزمة ما بين 24 و30 والصورة ما بين 13 الى خمسطاشر وبهذا اه تقريرنا كن قدمنا لكم ناشطة اخبار الرصادة الجوية خلال اثنين وسبعين ساعة القادمة قدمنا لكم نوقع عرب خمسة ومع تحيات قناة صحافة واعلام شكرا لكم